سخرت إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة كافة الوسائل الأمنية وجاهزيتها الميدانية تنفيذاً للخطة العامة لمواجهة الطوارئ في موسم الحج لأعمال الإطفاء والإنقاذ في المنطقة المركزية خدمةً لزوار المسجد النبوي تم دعم فرق الدفاع المدني الأساسية بـ 11 فرقة موسمية سبعة منها على الطرق من وإلى المدينة المنورة وأربعة مراكز داخلية لتكون أكثر جاهزية لخدمة ضيوف الرحمن المحور الأخير هو المحور التوعوي ورفع مستوى الوعي الوقائي بين ضيوف الرحمن طبعاً الزملاء في الميدان بيكون تواجدين على مدار الأربع وعشرين ساعة سواء كان في الساحات أو في المواقع هذه لتطبيق أنظم واشتراط السلامة والتأكد من جاهزية وتأكد من خانونات ما في أي خطورة الكشف الوقائي من رجال الدفاع المدني لمباني الحجاج والأسواق التجارية والتأكد من وجود اشتراطات السلامة بوضع المخالفات المشددة التي قد تطرأ لتفادي المخاطر المحتملة طبعاً الإشراف الوقائي لفرق السلامة في المدينة المنورة تهدف أساساً إلى ضبط عملية أنظم واشتراط السلامة وعملها بشكل سليم داخل دور السكن كذلك في المراكز التجارية في المواقع التي يكون فيها تواجد لضيوف الرحمن خدمات جليلة وتطلعات أمنية في ظل توفر كافة القوى البشرية والألية لأداء مهامها بأعلى درجات الكفاءة والتمييز حفاظاً على سلامة الحجاج الجهود الأمنية لرجال الدفاع المدني على قدم وسق في نشر ثقافة السلامة العامة والمتابعة الميدانية حفاظاً على سلامة الحجاج نادر العتيبي الإخبارية المدينة المنورة